اشتركوا في القناة جلالة الملك المفدى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة هذا اليوم في قصر الاصخير مع السيد مايك بومبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة ورحب صاحب الجلالة بوزير الخارجية الأمريكي واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وتنميتها وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك وبخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين وتم خلال لقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها بالإضافة إلى تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث شدد جلالة الملك المفدة في هذا الجانب على أهمية تكثيف الجهود لأنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مشيدا جلالته بالدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وأحلال الأمن والاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط ومواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة وتعزيز السلم الدولي مؤكدا جلالته دعم مملكة البحرين ومثاندتها لهذه الجهود والمساعي من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حفاوة الاستقبال وأكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين